التقى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء محافظ إب عبدالواحد صلاح عجر خلال اللقاء مناقشة وضع المحافظة والبرنامج الذي تنفذه قيادة المحافظة في إطار تأهيلها كمحافظة سياحية للجمهورية اليمنية وصبل وتطوير السياحة الداخلية في الموسم الحالي كما نقش اللقاء آليات تطوير الأداء الإداري في المحافظة وتكامل الجهود بين القيادة الإدارية والسلطات المحلية تحقيقا للأهداف الخاصة بالمحافظة والحفاظ على استقرارها ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء العدوان الأمريكي السعودي والمخططات العدوانية التي استهدفت الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة وخلال اللقاء شاد رئيس اللجنة الثورية العليا بقيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والقيادات الاجتماعية والتي كانت على درجة عالية واستثنائية من الوعي بحقيقة المخطط الجرامي الذي تواجهه اليمن ومحافظاته وحافظت على التماسك في المحافظة وجنبت الكثير من الأعمال التخريبية التي كانت تستهدفها في سياق استهداف كل اليمن والإدرار بالمصالح الجماعية والفردية ومصالح المجتمع وبنية التحتية والمقدرات السياحية والأثرية والطبيعية من جانبها أكد محافظة إبا عبد الواحد صراح على تماسك المحافظة وصمود أبنائها في وجه العدوان وتحل الجميع فيها بالوعي والوطني خلال هذه المرحلة وثمنا عاليا الأدوار الوطنية التي تبدلها قيادة الثورة ورئيس اللجنة الثورية العليا في الدفاع عن الوطن والحفاظ على النسيج الاجتماعي واعتبن المشروع الوطني الجامع والاهتمام الكبير بمحافظة إبا استقرارها وتطورها ونموها